اشتركوا في القناة من البوندسليغا والتي لعبت لقاءاتها كلها يوم أمس السبت تشكيلة سوفا سكور عرفت تواجد لعب الخضر وندي بوريسيا منتشينغلاد باخرامي بن سبعيني الموقع السابق منح الجزائري تقييما عاليا وصل لسبع فاصل ستة وهو تقييم يعتبر الأعلى في منصبه ومن الأعلى في كل الجولة وقدم بن سبعيني مستوى ممتاز ربما يكون الأحسن له منذ بداية الدوري مع الإشارة إلى أنه شارك في منصب وسط الدفاع وليس على الجهة اليسرى من الدفاع وهو المنصب الذي داب على المشاركة فيه منذ بداية الموسم كشفت تقارير بلجيكية في اليومين الماضيين أن إدارة كورتري فعلت بند أحقية الشراء الموجود في عقد لاعبها الجزائري بلا المسعودي وكانت أخبار تفعيل بند الشراء قد انتشرت بقوة في آخر شهرين حتى أن اللاعب وفئة تصريحته كشف عن الأمر لكنه لم يصبح رسميا إلا في آخر يومين إدارة كورتري انتظرت نهاية الموسم وقررت تفعيل بند الشراء بعد أن تيقنت بصورة نهائية من مستوى اللاعب الجزائري وبحسب الصعف البلجيكية فإن مسعودي سيوقع عقدا طويل الأمد يمتد لغاية صيف 2026 فبالتوفيق للجزائري رغم أن فريقه براست سقط بأربعة أهداف كاملة مقابل هدفين ورغم أن براست ضيع فرصة التواجد ضمن العشر الأوائل في الدوري إلا أن الصحافة الفرنسية اليوم وصحافة النادي على وجه الخصوص أشادت ولو قليلا بالنجم الجزائري بليلي بليلي قدم شوط أول ممتاز ضد موناكو يوم أمس وسجل هدفا رائعا ورغم أنه اختفى في الشوط الثاني وكان سيئا جدا إلا أن الإعلام الفرنسي اعتبر أن مستواه جيد على العموم ونال الجزائري تقييما متوسطا لكنه من أحسن التقنيمات في فريقه المستوى الذي بات بليلي يقدمه في الجوالات الأخيرة قد يفيده كثيرا من حيث مستقبله إدارة براست وبحسب الكثير من المصادر كانت قد قررت عدم التجديد ليوسف بسبب عدم تأقلمه لكن الجزائري ظهر بالوجه الطيب في الجوالات الأخيرة وهذا قد يسهم في تغيير وجهات النظر ولما لا نرى بليلي يجدد عاد اسم الدولي الجزائري رامز العربز الرقيلي احتل واجهة المواقع الهولندية وعد مستقبله لطاولة النقاش بقوة في الفترة الأخيرة الصحفة الهولندية بدأت تتكلم عن رحيل محتمل وحتى عن وجهات وهو ما دفع بالمدير الرياضي للنادي 20 يانس تروار للخروج والتصريح ستروار أكد بداية أن الزروقي قد يبقى وقال أنه يعتقد بذلك لكنه في ذات الحين لم يسلم بالأمر يانس تروار سبق وأكد في عديد المناسبات بقى زروقي لكنه في كل مرة كان يربط ذلك بالعروض وقوتها وهو ما عاد ليؤكده في تصريحاته اليوم الأحد المدير الرياضي لنادي 20 أكد أن بقى أو رحيل زروقي مرتبط بالعروض وقال أنه يمكن أن يرحل إذا وصل النادي عرض جيد ستروار قال أن زروقي يشعر بالرضا في الفريق وبقى أو سيكون في صالحه أيضا وعليه أن يفكر جيدا قبل اتخاذ أي قرار لا أعلم لكن لدي إحساس قوي أن إدارة 20 بتصريحات المدرب سابقا والمدير الرياضي حاليا تريد تسويق اللاعب لاعب لديك ومرتبط بعقد لماذا في كل مرة تتحدث عن إمكانية رحيله والرغبة في إبقائه شخصيا لا أفهم أدل المدير الرياضي لنادي فالفيك فرانك فان مصالفيل بتصريحات تزامنت ونهاية الموسم نهاية الموسم في النادي يعني ضرورة تركيز على السوق وبما أن فالفيك يضم كثير من الجواهر فإن الإدارة ستعكف من الآن على بيعهم من بين الأسماء التي يمكن أن تفيد الفريق كثيرا في السوق لاعب الخضر أحمد توبة التقارير الهولندية قالت أن توبة هو الدجاجة التي ستبيض ضهبا لفالفيك وعلى الإدارة أن تستغل رحيله جيدا للحصول على أكبر قيمة صحيفة فوتبال بريمير الهولندية حاورت المدير الرياضي لنادي فالفيك فرانك فان مصالفيل والذي قال أن توبة يمكنه اللعب بسهولة في أحد فرق القيمة في الدور الهولندي فرانك فان مصالفيل تكلم عن ميركاتو الفريق وحين وصل لتوبة كشف أن الإدارة تعول كثيرا عليه للحصول على أكبر قيمة ممكنة مضيفا أن توبة يمكنه اللعب مع أصحاب المراكز الثلاث في الدوري أجركس بيازفي وأيضا فينورد بسهولة لكن قبل ذلك يتعين على هذه الأندية تقديم العرض المناسب وإن تكلم عن أحد أندية القيمة في هولندا إلا أن إدارة فالفيك لن ترفض تسويق توبة في الدوريات الخارجية حيث ترغب فقط في الاستفادة ماليا بصورة كبيرة وفي هذا الصدد نشير إلى أن توبة مطلوب من عدة فرق خاصة في إيطاليا، فرنسا وأيضا إسبانيا قدمت دوري الجزائري رشيد غزال في الدقائق التي لعبها اليوم الأحد في الدوري لدى كوستيبي مستوى كبير جدا لكنه للأسف خرج مصابا فمع علول الدقيقة الرابعة والستون تعرض لإصابة بعد تدخل من الخلف من أحد مدافعي الفريق الخصم غزال خرج غير قادر على المشي ولم يتضح بشكل دقيق ما إذا كانت الإصابة في الساق أو في الركبة لكن الصور تظهر أنها إصابة ليست سهلة إصابة غزال أتت في وقت سيء جدا الجزائري بات على بعد أسبوعين فقط من بداية تربص الخضر وفي هال كانت الإصابة صعبة فإن الوقت لن يسعفه للحاق بالتربص وسيخضع غزال بدون شك اليوم أو غدا لفعوصات معمقة لتأكد من خطرة الإصابة وإدارة بيزيكتاس على ضوء ذلك ستصدر بيانا تمكن لعب الخضر ونادي لوغانو محمد الأمين عمورة من الفوز بكأس سويسرا في أول موسم له هناك عمورة وبقية زملائه أطح في النهاء اليوم بلوغانو بأربعة أهداف كاملة مقابل هدف وحيد ليضمن التتويج باللقب لعب الخضر شارك بديلا كالعادة ودخل في دقيقة التاسعة والسبعون ووقتها كان كل شيء قد انتهى حيث شارك والفريق متقدم بنفس النتيجة التي فاز بها في الأخير فوز عمورة بالكأس يعتبر إنجاز كبير عليه أن يستثمر فيه لأن لوغانو سيشارك الموسم المقبل في المسابقات الأوروبية وهي فرصة للمتعلق الجزائري للبروز أكثر ضيّع نادي المانسيتي فرصة أكثر من ممتازة للفوز باللقب وتأمينه وذلك بتعادله على عرض ملعب خصمه وستهام بهدفين مقابل هدفين رفقاء محرس كان يكفيهم الفوز للتتويج باللقب عمليا لأن فارق النقاط سيرتفع لست ومع فارق الأهداف الكبير اللقاء المقبل سيكون شكليا لكن ذلك لم يحدث حيث تعادل الفريق بعد تأخره بهدفين المثير أن السيتي امتلك فرصة الفوز في الدقيقة السادسة والثمانون حين منعهم الحاكم ركلة جزاء لكن للأسف ضيعها محرس بعد أن أتصاد لها الحارس فابينسكي ركلة جزاء محرس الضائعة ذكرت الجميع بركلة جزائه شهيرة ضد ديليفر بول وهي بالمناسبة أول ركلة جزاء يضيعها في الدوري منذ تلك الركلة لقاء يوم أمس عرف غياب لعب الخضر الآخر سعيد بالرحمة بالرحمة مصاب ولم يتواجد في ورقة اللقاء كامل وهو أمر كان منتظر وأشرنا إليه في الأعداد السابقة إلى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى نلتقي خدا إن شاء الله في عدد جديد السلام عليكم